والآن يا صغاري لننظر إلى هذه الصورة ماذا تشاهدون فيها؟ إنه مصنع أحسنتم ما نوع من نفايات التي يخرجها هذا المصنع؟ إذن هذا المصنع يخرج نفايات بثلاث حالات أولا نفايات سائلة يصرفها في مجرى المياه انظروا كيف سببت في موت الأسماك أيضا هناك نفايات صلبة شوهت منظر البيئة ونفايات غازية وهي الأبخرة التي تتصاعد من هذه المصنع جميع هذه النفايات قد تصل إلى الإنسان أو الحيوان أو النبات وتسبب في موته أو تسبب لهم مشاكل كثيرة إذن هل هذه الصورة ملوثة للبيئة أم تحمي البيئة؟ أحسنتم إنها ملوثة للبيئة ووضعنا الرمز الحزين لننظر إلى هذه الصورة هذا مصنع تخرج منه الأبخرة بشكل قليل وأيضا قام بتصريف نفاياته بطريقة آمنة بحيث لا تصل إلى الإنسان أو النبات أو الحيوان وأصبحت البيئة أو خلف البيئة جميلة منظيفة ولا تصل إليها هذه المخلفات إذن هل هذه الصورة تلوث البيئة أم تحمي البيئة؟ أحسنتم إنها تحمي البيئة إذن هذه هي الطريقة الثالثة في حماية البيئة من التلوث وهي التخلص من نفايات المصانع بطريقة آمنة إذن قد تحدثنا كيف نحمي البيئة من التلوث عن طريق ثلاثة طرق الطريقة الأولى وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها الطريقة الثانية تقليل خروج الدخان من المركبات الطريقة الثالثة التخلص من نفايات المصانع بطريقة آمنة والآن يا صغاري أريد منكم أن تفتحوا كتبكم صفحة 64 لنقوم بحل أسئلة الكتاب معا هيا نبدأ حضروا أقلامكم وأدواتكم حماية البيئة من التلوث سامر عضو في جمعية أصدقاء البيئة وهو يقوم مع زملائه بعمل تطوعي لتنظيف الشوارع والطرقات ما رأيك بما يفعلون؟ إذن هل تصرف سامر وأصدقائه تصرف صحيح؟ أحسنتم إنه تصرف صحيح فهم بذلك يقومون بحماية البيئة من التلوث بوضع النفايات في المكان المخصص لها السؤال الثاني هل تحب أن تكون صديقا للبيئة مثلهم؟ أحسنتم أنا أيضا أحب أن أكون صديقا للبيئة وبالتأكيد أنتم كذلك ألاحظ الصورة ثم أضع إشارة صح تحت الصورة المعبرة عن السلوك الصحيح لحماية البيئة وإشارة خطأ تحت الصورة المعبرة عن السلوك الملوث للبيئة هيا ننظر إلى الصورة الأولى ما هذه الصورة؟ إنهم طلاب أو أطفال يقومون بجمع النفايات ووضعها في المكان المخصص أحسنتم هل هذه الصورة تؤدي إلى حماية البيئة؟ أم سلوك ملوث للبيئة؟ رائعين إنه سلوك يحمي البيئة إذن سنضع إشارة صح بهذا الشكل أسفل الصورة هيا نكمل ما هذه الصورة الثانية؟ أحسنتم إنها مصانع وتخرج منها أدخنة بشكل كبير جدا هل هذه الصورة تحمي البيئة أم تلوث البيئة؟ أحسنتم يا صغاري إنها تلوث البيئة إذن سنضع إشارة خطأ أسفل هذه الصورة هيا نكمل لننظر إلى الصورة الثالثة ما هذه الصورة؟ أحسنتم إنهم مجموعة أطفال يقومون بجمع النفايات من الشارع أو من الحاي الموجودين فيه ووضعها في أماكنها المخصصة هل هذا السلوك صحيح أم خاطئ؟ بالتأكيد إنه سلوك صحيح فبهذا يقومون بحماية البيئة وسنضع إشارة صح أسفل هذه الصورة الصورة الرابعة ما هذه الصورة؟ إنها صورة سيارة انظروا إلى هذه الأدخنة التي تخرج منها هل هذه السيارة تقوم بحماية البيئة أم تسبب تلوث البيئة؟ بالتأكيد إنها تسبب تلوث البيئة سنضع إشارة خطأ والآن ننتقل إلى الصفحة المقابلة لنتعلم معاً أريد منكم كتابة كلمة حفظ حتى تقوموا بحفظها ومتابعة حفظها بالسمرار هيا نقرأها سوياً نحمي البيئة من التلوث عن طريق أولاً وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها ثانياً تقليل خروج الدخان من المركبات ثالثاً التخلص من نفايات المصانع بطريقة آمنة الآن سؤال بالتعاون مع زملائي أكتب جملة عن حماية البيئة لتكون شعاراً للأسبوع أريد منكم أن تعطوني جملة أو شعاراً لأسبوعنا عن حماية البيئة أنا اخترت هذه العبارة بيئتي صديقتي حميها لتحميك أريد منكم أن تكتبوا العبارة بخط جميل ومرتب والآن لننتقل لنفكر معاً تقوم بعض الدول بفرز النفايات الصلبة وإعادة استخدامها ما الفائدة من ذلك؟ إذن قد تحدثنا أن الدول تقوم بفرز النفايات الصلبة وتضع كل مادة مصنوعة لوحدها فالحديد لوحده والورق لوحده والزجاج لوحده ما الفائدة من هذا؟ أحسنتم للتقليل من تراكم النفايات ولتصنيع مواد وأدوات جديدة مرة أخرى للتقليل من تراكم النفايات ولتصنيع مواد وأدوات جديدة وفي النهاية زيا صغاري أريد منكم أن تتابعوا كتابة التلخيص بخطا جميلا ومرتب